شيماء 16 سنة مصابة بالطرابات النفسية رغم أنها محاطة برعاية والدتها غير أن حالتها الصحية تحتاج أن تتواجد في مراكز خاصة للتأهيل وهو ما عجزت عن توفيره الأم صفية التي تعمل كمنظفة لإعالة عائلتها نحب تعاوني في الطبرة هذه معاقعة دهنيا ما عندي حتى دخل وهي كارتحة سبيسيال عندها نقصة داكرة للبورسنطات تحتاجها 100% ما عندي حتى دخل مادي وأنا مصيبارية مع باباها وقلت لها حتى مؤسسة تربوية تدخل فيها المدرسة التي يدخل لها يقول لي لي كارتحة هنا شيماء رغم إعاقتها لكنها تحب الحياة ما استطاعت إليها سبيلا تحب الرسم والموسيقى وهي تأمل في إيجاد مكان لها في أحد المدارس الخاصة لتتعلم كيفية التأقلم مع المجتمع ولو بجزء بسيط شغل حبيت نوصلها كاش تكوين يصل حولي عليها باش تجوز دير التكوين في المجال التحية هي حبة دير كاميرامان ولا موسيقى يعني هدي وش الحاجة لي شغلنا الهواية التحية وشي حبها ثم ما أعرفت أن ندمج أي شخص اللي يعاوني فيها سواء مركز التكوين الميهاني ولا مركز البيضاغوجي على الأمراض النفسية ولا العقلانية ومدى بي يعاونوني فيها في اللي قدروا عليه في رحلة الاعتناء بشيماء وتوفير لها العلاج مع التكفل بمصاري في البيت تتكبد السيدة صافية مشقة كبيرة كون راتبها الشهري لا يغاطي كل الأعباء وهي تناشد المحسنين يد المساعدة للتخفيف من ثقالها